على درب التحرر لا ترسم حدود للنضال الشعب الصحراوي اختار طريقه وسطر أهدافه في نقطة تحقيق مكاسب دبلوماسية التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي كشفت أن ندوتها التي ستعقد مطلع ديسمبر المقبل ستجمع مندوبين من جميع أنحاء أوروبا ومن دول أخرى خارج القارة ورشات أربعة سيتم التركيز فيها وفق التنسيقية على الجهود اللازمة لتعزيز الجمهورية العربية الصحراوية ومؤسساتها والتطرق في اللقاء إلى حقوق الإنسان في المناطق المحتلة والاتفاق على خطة لإدانة الانتهاكات الجسيمة من قبل المغرب في هذا الشأن كما سيتم تسلط الضوء على وضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين لدى نظام الاحتلال المغربي فيما تبحث ورشة الإعلام والسياسة سبل رفع مستوى الوعي الدولي حول نظال الشعب الصحراوي وتسليط الضوء على أهمية القضية الصحراوية على الساحة العالمية دون إغفال المعركة القانونية ضد نهب الموارد الطبيعية الصحراوية خصوصا أمام محكمة العدل الأوروبية الفعالية التضامنية في نسختها السابعة والأربعين تستقطب وفودا من الجمهورية العربية الصحراوية وممثلين عن المؤسسات والأحزاب الأوروبية وأكاديميين وقانونيين وجمهورا كبيرا من حركات التضامن ووفق المنظمين فالنسخة السادسة والأربعون التي عقدت العام الماضي ببرلين الألمانية تم فيها تقييم الوضع في الأراضي الصحراوية المحتلة وبناء خطة على المدى المنظور تشمل مختلف المجالات هذه الخطة تجسد في ندوة ديسمبر حيث تنظم أربع ورشات عمل تركز على الاهتمامات الرئيسية لجبهة البوليساريو والجمهورية الصحراوية ترجمة نانسي قنقر